مطار البحرين نظر الممارسات البيئية السليمة الهدفة للوصول إلى الاستدامة حقق مطار البحرين الدولي جائزتين دوليتين في الاستدامة البيئية تقديرا لإسهاماته في تحقيق الحياد الكربوني الصفري ودعم التحول الأخضر هذا وحصد مطار البحرين جائزة المطارات الخضراء في الفئة الفضية للمطارات التي تخدم من 5 إلى 8 ملايين مسافر سنويا وشهادة الانتقال إلى المستوى الرابع التحول وفق برنامج اعتماد خفض الانبعاثات الكربونية التابع للمجلس الدولي للمطارات وتشجع مبادرة المطارات الخضراء الممارسات البيئية المثلى في المطارات حيث تم التركيز هذا العام على الحد من استخدام المواد البلاستيكية ويؤكد هذا الانجاز الدولي الرائد نجاح مشروع شركة مطار البحرين حول إدارة المخلفات البلاستيكية الذي أطلق عام 2020 في خفض معدلات المخلفات البلاستيكية وتقليلها وتنسجم أهداف الاستدامة في مطار البحرين الدولي مع أهداف الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والتي تهدف إلى المحافظة على الموارد وبلورة جهود المملكة في التحول إلى الطاقة المستدامة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ترجمة نانسي قنقر